بصراحة منظر جميل جدا بصراحة يعني شيء جميل انه بنشوف انه ابطالنا انه هما بيروحوا يدعموا منتخب كرة القدم المنتخب اللي يمكن مصر كلها بتلتف حواليه ويعني ناس سندية حتى اللي احنا خلاص دخلنا فيها هي السنة كمان بتاعت ابطالنا ده هي دي سنة الولمبيات اللي احنا منتظرين منهم الكثير والكثير بصراحة يعني ناس بيشرفونا ناس كلنا بنبقى فرحانين اما بنشوف وبنقعد متابعين الدورة الولمبية ونشوف مصر حتجيب ايه ونشوف قولنا نجيب دهب نجيب فضة نجيب برونز فعلا ناس بترفع راسنا وناس عندها شغل وكانت حريصة انها تروح وتسند منتخبنا اللي هو داخل على بطولة صعبة ونأكد تاني وتالت ورابع ان البطولة بطولة صعبة بطولة قوية ولكن مين من اللي بيشجع كرة هنا في مصر ما بي اه مش عايز منتخبنا يكسر وسائل اعلام برا كلها وسائل كل وسائل اعلام بتقول ان البطولة الافريقية اللي جاية في 24 هي هتبقى الاقوى في التاريخ كل الكبار في احسن حالاتها مغرب مصر كوديفوار نيجيريا السنغال الكاميرون كل المنتخبات القوية في احسن احوال وكله حاشد اللايبة بتاعته كله حاشد المحترفين بتوعه بعد كده بعد شوية هنتكلم مع حضراتكم في نسب المشاركة ومين بيلعب من دخل القارة ومين بيلعب من خارج القارة طبعا اكيد قيمة تسويقية للنجوم شكلها ايه هنتكلم مع حضراتكم كمان شوية في الحاجات دي كلها فوضع ان في اهتمام كمان يعني من وسائل اعلام العالمية كلها بالبطولة اللي وصفتها انها هتبقى البطولة الاقوى وحرجع ااكد لحضرتك تاني نحن قادرون ان احنا نحصل على اللقب قادرين منتخبنا قادر اللعيبة اللي عندنا لعيبة تقدر ان انت تصق فيها كل المنتخبات عملالنا حساب المغرب رابع العالم وعملك حساب وانا بأكد لك الكلام دوت انا بكلمك في منتخب كبير بحجم منتخب المغرب شرفنا في كاس العالم وكلنا كنا وقفين وراه ولكن انا اكد لك ان منتخب المغرب لا اكيد اعملك حساب رئيس التحاد كوندفوار اللي هو البطولة هتتلعب على ملعبه مرشحش فرقته ورشح منتخب مصر تيجي تسمع اي تعليق من بره هتلاقي بترشح مصر قدو المدير الفني السابق لمنتخب غانا ومنتخب غانا هيبقى معانا في المجموعة قال ايه قدو فاخر تصريح لي قالك مباراة مصر ستكون الاسهل في المجموعة طبعا انت التصريح ياخدك انا بكلمك على المدرب اللي قدم في كاس العالم الاخيرة في عشرين اتنين وعشرين قال مباراة مصر ستكون الاسهل في المجموعة طب هو الرجل طب الاسهل ليه قالك لان هتبقى مباراة مبين فرقتين معروف ان اللي اعرف فيها منتخب مصر لان منتخب مصر منتخب متكامل فما هيبقى مباراة فيها فرق كبير في المستويات فدي بالنسبة لنا هتبقى مباراة سهلة لان الضغوطات هتبقى مرفوعة من على لعيبة غانا لانهم معارفين ان منتخب مصر اقوى ده تصريحات قدو المدير الفني السابق اللي قدم في كاس العالم الاخيرة حتى جمال بالماضي المدير الفني المخاضرم والكبير فترشحاته رشح منتخب مصر فدايما بقولك كل الناس بتبقى عاملة الف حساب لمنتخب مصر ان شاء الله منتخبنا باذن الله لعيبة الرجالة بقيادة النجم محمد صلاح كابتن الفريق يقدروا يقدمو لنا حاجة ان شاء الله تبسطنا ويبقى اللقب التامن باذن الله ودام احنا بنتكلم كمان على محمد صلاح وطبعا محمد صلاح انجازات وارقام قياسية وحاجات كتير جدا فكان برضو في بعض التصريحات طبعا من جانب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وطبعا اكيد اللي هو الراجل يعني الله يكون فعونه بقى يعني هو بقى سيبك خلاص بقى احنا من اهتمامنا ودعمنا والكلام ده طبعا هو يخصه شيء تاني خالص هو اكيد بيتمنى التوفيق لمحمد صلاح ولكن في الاول وفي الاخر اللي يهمه فرقته اللي يهمه ليفربول اللي يهمه ان هو يستمر على القمة في الدورة الانجليزي ان هو يرجع الامجاد اللي فقدها الموسم اللي فات وبسم الله ما شاء الله الراجل بفرقته عاملين احلى شغل السنة دي وحصل التوقف هوت وناس راحت منتخباتها والراجل متصدر بطولة الدورة الانجليزي فكان ليه بعض التصريحات ان هو يعني كان بيتكلم وبيقول يعني حنعرضها طبعا التصريحات لحضراتكم ولكن الراجل اللي بيتكلم ان هو يعني هو بيتمنى التوفيق لصلاح وطرو اندو العيب اللي عنده اللي بيلعب في نص الملعب اللي بيمثل منتخب اليابان اتنين من العيار التقيل قوي اتنين من العيار التقيل قوي في فرقة ليفربول تعالوا نشوف التصريحات مع بعض ونقرأ ونشوف يورجن كلوب قال ليه قالك انت منيت لمحمد صلاح مع منتخب مصر واندو مع منتخب اليابان حظا جيدا فسيكون ذلك كذبة اقام اقمل خروجهما من دور المجموعات من كاس افريقيا وبطولة اسيا لكن يبدو ان هذا لن يحدث وطبعا ضحكا هو الراجل بيهزر وبيبين مدى اهمية اللي اتنين لعيبة دولت بالنسبة له في فرقة ليفربول صلاح معروف من فترة كبيرة جدا وبيعمل ايه صلاح ولكن عايز اقول لحضراتكم اندو اضافة كبيرة جدا 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 للفربول اتمنى لهم الحظ الجيد وان يعود في حالة جيدة بالطبع انا واثق من ايجاد طريقة للعب بدونهما ولكن علينا اظهار ذلك اعتقد اننا لعبنا ضد استهام بلعبين بدلا من صلاح ولدينا خيارات دفاعية اخرى وبعض اللعبين الذين يستطيعون اللعب في مركز الجناح ربما ليسوا مثل صلاح فهذا غير ممكن نحن نستخدم اللعبين ومهاراتهم وهذه هي الفكرة وراء ذلك لا نريد اللعب بدون صلاح بالتأكيد لكن انا سنجد طريقة للموقف الحالي سنفكر في كيفية الفوز بدون صلاح واندو عندما نواجه ارسنال في وجود صلاح فمن الوارد نتلقى الهزيمة فماذا اذا لعبنا بدونه بالتأكيد ستكون الهزيمة وردة ايضا طبعا التصريح الاخير دوت يعني هو الراجل علامة الاستفامة هو بيقول له يعني كان بيتسائل ان انت في وجود صلاح وارد ان انت تتغلب من ارسنال ما بالك بقى وهو مش موجود فالوضع ممكن يبقى ايه فقالك عادي جدا لو احنا بوجوده ممكن نخسر فأكيد في عدم وجوده وارد ان احنا نخسر برضه طبعا اكيد هي ضربة بالنسبة ليورجين كلوب خصوصا خلينا نتكلم في اللي يخصينا محمد صلاح على الرغم يعني ان اللعيب طبعا التاني بيمثل قوة كبيرة جدا في خط وسط الفربول وفرق معهم الفترة الاخيرة بشكل كبير قوي وافضل لاعب عنده افضل لاعب في الفربول الشهر اللي فات تم اختياره افضل لاعب الشهر اللي فات شهر 12 ولكن طبعا صلاح وجوده مؤثر وشوف الرجل حتى من تصرحاته هو بيتكلم بيقولك اه عندنا لعيبة ممكن تلعب مكان صلاح قالك اكيد هما مش زي صلاح اه الرجل بيتكلم بكل وضوح ما بتكلمش بقى والراجل فكر ان هو بقى ايه الكلام ده مثلا هيكسر ما دي في الجماعة زميله وشوته ومش عارف مين وجاجبه والناس دي كله او لا هو عندي لعيبة عندي لعيبة طبعا لعيبة اللي فربول عنده لعيبة وملعير تقيل كله بس هو الرجل قالك ما مش زي صلاح ولكن احنا علينا ان احنا نتعامل مع الموقف وده وضع طبيعي يعني ده وضع طبيعي في الكورة اه وارد جدا ان انت يبقى عندك لعيب تقيل في الفرقة ولكن الكورة كده فيها متغيرات الحمد لله هو الراجل يعني بيهزر اكيد طبعا بيهزر هو اكيد احنا عارفين العلاقة اللي ما بين يورجن كلوب وصلاح هو بيتامناله اكيد التوفيق وعارف ان البطولة ده هيت حتى في حالة تحقيق المنتخب مصري هو عارف اصلا انها تفرق مع صلاح قد ايه وصلاح يرجع له بعض البطولة يبقى عامل ازاي لو حقق البطول ولكن هو الراجل بيتكلم على مصلحته الشخصية هو الراجل مش هيفرق معه الكاميرون والسنغال ونيجيريا هو الراجل في معترك الراجل في مطحنة هناك كلنا عارفين الدور الانجليزي عامل ازاي انت يعني انت حتخيره يعني هو بيحب بسراحة بس اقول له انت تكسب دور انجليزي ولا منتخب مصري تكسب كسب امام افريقية هيقولك ايه هيسيبك ويمشي هيقولك لأ طبعا اكسب دور انجليزي وانت عندك منافسة طحن هناك انت عندك ليفربول وعندك ارسنال وعندك السيتي وعندك استون فيلا السنة دي مكسر الدنيا فالدنيا الدنيا صعبة فكله بيدور على المكسر طبعا اكيد بالتوفيق اللي ايه منتخبنا تاني هنفكر حضراتكم بموعيد المتشاط بتاعتنا دايما نحب نفكر حضراتكم عشان الناس برضو اللي مش متابعة كويس المباراة الاولانية يوم 14 مصر في مواجهة موزنبيق في الافتتاح المباراة هتكون الساعة 7 مساء المباراة التانية وهي الاهم مصر في مواجهة غانا هتبقى يوم 18 الساعة 10 مساء وبعد كده مصر في مواجهة كاب فيردي يوم 22 الساعة 10 مساء وصدقوني مباراة مش هتكون سهلة وهفكر حضراتكم مباراة كاب فيردي ومنتخب الرأس الاخدر منتخب من المنتخبات اللي اتطوارت بشكل كبير جدا 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 السنين اللي فاتت احنا نتمنى ان هو في المطش ده يكون في اسوأ احواله ولكن منتخب كاب فيردي منتخب محترم ومنتخب قوي اكتب نقول لحضرتك كده منتخبنا وهو في الحالة الطبيعية بتاعته قادر ان هو يحسم صدارة المجموعة ده بل وقادر ان هو يفوز باللقب ان شاء الله اشتركوا في القناة